كل شعارات المقاومة والممانعة التي ترفعها أحزاب العملية السياسية وميليشياتها لم تمنعها من دفع أموال طائلة لشركات أمريكية إسرائيلية بهدف البقاء في السلطة ففي فضيحة جديدة تعاقدت حكومة السوداني من خلال سفارتها في واشنطن مع لوب أمريكي إسرائيلي ممثلا بشركة سيكوير باتون بوكز عبر دفع 65 ألف دولار شهريا مقابل الضغط لمدة 12 شهرا لصالح الحكومة وفقا لما ذكرته صحيفة بوليتيكو وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية فإن الغرض من العقد هو تقديم المشورة السياسية والتواصل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين بغداد وواشنطن في ظل تزايد التوترات في الشرق الأوسط واستندت بوليتيكو في تقريرها على بيانات نسخة من العقد المدعة لدى وزارة العدل الأمريكية والمؤرخ في الثاني من شباط من عام 2024 مشيرة إلى أن حكومة السودان استعانت عبر سفارتها في واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة بمحامين ورجال أعمال وشركات لهذا الغرض كما جددت عقدها مع شركة اللوبي والاتصالات كوغينت للإستراتيجيات وذلك بهدف قيادة ومراقبة التغطية الإعلامية وتعزيز حضور السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي وأضاف التقرير أنه كجزء من تمديد هذا العقد لمدة عام فإن الرسوم التي ستتقاضاها شركة كوغينت ستزيد من 200 ألف دولار إلى 310 ألاف دولار وكانت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي داون قد كشفت أن أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتعاونون مع من وصفتهم بحكومات مسيئة في الشرق الأوسط عبر لقائهم ممثلي جماعات الضغط العاملة لصالح تلك الحكومات في الولايات المتحدة والذين يحرفون سجل هذه الحكومات في إطار سعيهم لضمان الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي ما يكشف كذب ونفاق أحزاب العملية السياسية وميليشياتها التي تطالب في العلن بخروج القوات الأمريكية وتدعي عداءها لإسرائيل لكنها لا تتورع عن استنزاف أموال العراق لتحسين صورتها في عين أمريكا عبر شركات إسرائيلية